أهل الأردنية الملك عبدالله الثاني إلى مدينة العالمين الجديدة بمصر للمشاركة في القمة الثلاثية التي تجمعه بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان في استقبال العائل الأردني والوفد المرافق له الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كما كان الوفد الفلسطيني الذي يتقدمه الرئيس محمود عباس قد وصل سابقا للمشاركة في القمة التي تبحث تطورات القضية الفلسطينية معنا من القاهرة مرسلنا أحمد حسين أحمد أهلا بك لو تضعنا أحمد في آخر التفاصيل تحضيرات موعد انعقاد هذه القمة أبرز الملفات على الطاولة مع وصول الملك الأردني وأيضا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى العالمين نعم بالفعل كما ذكرت أحمد وصل ظهر اليوم العاهلة الأردنية الملك عبدالله ثاني إلى مدينة العالمين الجديدة واستقبله الرئيس المصري وعقد جلسة مباحثات ثنائية تناولت مجمل أوجه التعاون الثنائي المشترك بين مصر والأردن وأيضا تطورات الأوضاع على مختلف القضايا الإقليمية هذا الاجتماع وهذه القمة الثنائية التي استبقت القمة الثلاثية المقرر عقدها الآن في هذه الأوقات بينما التحدث كان الرئيس الفلسطيني قد وصل بالأمس إلى مدينة العالمين على رأس وفد يضم وزير الخارجية الفلسطيني رياض الملكي وأيضا مدير جهاز المخابرات العامة ومستشار الرئيس الفلسطيني لأشؤون السياسية وأمين اللجنة المركزية في حركة فتح عفوا لمنظمة التحرير الفلسطينية أيضا في الجانب الأردني يحضر وزير الخارجية الأردني ومدير جهاز المخابرات العامة وأيضا مستشار العاهل الأردني أيضا من الجانب المصري يحضر وزير الخارجية المصري سامح شكري ومدير جهاز المخابرات العامة هذه القمة الثلاثية التي تناقش بشكل أساسي تطورات الأوضاع في القضايا الفلسطينية وكيفية حجد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية تبحث بشكل أساسي أيضا دعم المساعي الفلسطينية الدبلوماسية التي أعلنت عنها الرئاسة الفلسطينية مؤخرا عقب الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة وأيضا على مدينة ومخيم جنين التحركات الفلسطينية التي تهدف لتحرك دبلوماسيا في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وأيضا في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة جانب آخر تناقش هذه القمة الثلاثية وهو المصالحة الفلسطينية ورأب الصدع الفلسطيني على خلفية اجتماع الفصائل الفلسطينية الذي عقد أيضا في مدينة العالمين أواخر يوليو الماضي قبل أقل من أسبوعين تقريبا كانت هناك الفصائل الفلسطينية واللجنة الفصائلية التي ستعمل على حل الخلافات الداخلية بين الفصائل وصولا إلى موقف فلسطيني موحد أشير إلى أن الرئيس الفلسطيني كان قد التقى العاهلة الأردنية الأسبوع الماضي في العاصمة عمان وقبلها بأسبوع أيضا كان قد عقد قمة ثنائية مع الرئيس المصري هنا في مدينة العالمين عقب اجتماع الفصائل هناك تحركات سريعة بين الدول الثلاث لدعم القضية الفلسطينية على المستوى الدولي ضمن الألية الثلاثية التي انعقدت أيضا في يناير الماضي في العاصمة المصرية القاهرة وأيضا أعقبها في فبراير اجتماع آخر كان على هامش مؤتمر دعم القدس الذي استضافته الجامعة العربية بينما أتحدث الآن تجرى مراسم أو تجرى فعالية هذه القمة الثلاثية وأنا توقع صدور بيان في إعقاب هذه القمة يلخص أبرز ما توصلت لي نعم سنكون معك في كل جديد وأيضا في هذا البيان أحمد حسين مراسلنا من القاهرة طبعا في نشراتنا اللاحقة وبرامجنا اشتركوا في القناة